بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشعر فلق الله هجمعين ان شاء الله نهاردة في هذا الفيديو هنكلمكم عن موضوع موعيد زرع الجزر هنشرح لكم بالتفاصيل ان شاء الله في هذا الفيديو قبل بداية هذا الفيديو ما تنساش ان تصلى عن النبي عليه في ضغط الصلاة والسلام عشان كلنا ناخد صواب مع بعض ما تنساش الاشتراك في هزل القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر القناة عشان يوصل لك كل جديد وغريب وكل معلماتنا عن هذه الطبيعة الخضراء الجميلة الرائعة يعني بصوا حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة بسم الله ما شاء الله بصوا الزرع وبصوا الجمال حاجة بسم الله ما شاء الله ما علينا عشان نكمل الفيديو ونقول لكم موعيد زرع الجسر ونقول لكم معلومات مهمة جدا جدا للناس اللي عايزة تزرع الجسر يلا بينا نبدأ الفيديو طبعا اول حاجة موعيد زرع الجسر بيبقى معاك في شهر اغسطس بيبقى معاك في شهر اغسطس ده بيتم نزرع الجسر في شهر اغسطس. تمام? اه بالنسبة للجسر هو فهو بيطلع اه ساعد بيزرع المحصول بتاعه بيطلع تحت الارض. ده عشان الناس اللي مش عارفه او الناس اللي اول مرة تزرع بيطلع المحصول بتاعه فيه تحت الارض مش بيطلع اه فول ارض. مش بيطلع مسال زي البامية والحقات دي او زي البسلة البسلة او الحقات دي بيطلع تحت الارض زي البطاطة زي البطنجان لا مش البطنجان بيطلع فوق اه الحقات اللي تحتية يعني تمام زي البطاطة يعني تمام اه اما الموعي سيما قلت لكم شهر اغسطس بيتفدي يتزرع في شهر اغسطس اه طبعا الزقي بيجيب يشرب كل اربعة ايام او خمسة ايام بتزجيه ما ينفعش تزجيه يوم اه ويوم لا لان كده هيبقى الجدر بتاعه لين فبالما يبقى لين على طول مش هيكبر وطبعا لازم تحط معه مغازيات تعطينه مغازيات عشان يكبر معاك وكده وبس كده حبيت اقول لكم هزي المعلومات المهمة المفيدة ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط زر اللايك ولو عايز اي معلمات عن الزرع او اي حاجة اكتب لي في التعليقات وانهجوابكم بازن الله وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته